وإلى أغلى الكؤوس استهل فريق الحد حمل لقب كأس جلالة الملك المفدة لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على نظيره سترة بثلاثة أهداف دون رد وذلك في اللقاء الذي يقيم على الساد البحرين الوطني دون دور الستة عشر للمسابقة ويدن الحد بهذا الانتصار لمهاجه محمد الرماحي الذي تكفل بتسجيل جميع أهداف المباراة على مدى الشوطين ليواصل الحد مشواره نحو الحفاظ على لقب مسابقة أغلى الكؤوس من جانبه لم يجد فريق الملكية صعوبة في بلوغ القادم من المسابقة بعد اكتساحه مرمى نظيره جلالي بتسعة أهداف دون مقابل وذلك خلال المواجهة التي أقيمت على استادي مدينة خليفة الرياضية ليتأهل الملكية بهذا الفوز العريض إلى دور الثمانية لمواجهة الفائز في مباراة الحالة والأهلية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر